صناعة قطر عنوان صناعة الطاقة في الدولة الأولى المصدرة للغاز المسال في العالم تضم تحت مظلتها شركات قطر للصناعات البتروكيموية قابكو وقطر لصناعة الأسمدة قابكو وقطر للإضافات البترولية كافاك وقطر لصناعة الحديد قطر استيل التأسيس كان في العام 2003 عبر اكتتاب عام شكل مفصلا في تاريخ القطريين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بما خلقه من عائد استثماري سريع مع وصول سعر سهم الشركة من 16 ريالا إلى 250 ريالا في أقل من عامين تصل منتجات الشركة من الإثلين والبولياثلين واليوريا والأمونيا والحديد وغيرها من الكبريت والميثانول إلى نحو 140 دولة حول العالم وذلك من نافذة شركة منتجات للتسويق بينما تحصل على لقيم الغاز اللازم لعمليات الإنتاج بأسعار تفضلية من شركتي قطر غاز ورأس غاز وفق عقودا تمتد 25 عاما انخفضت موجودات صناعة قطر إلى ما يقرب من 35 مليار ريال قطري وكذلك حقوق المساهمين إلى 32 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 في الوقت الذي تراجعت فيه أرباح الشركة بنسبة 25% إلى 4 مليارات و700 مليون ريال وبفارق مليار و600 مليون ريال قطري عن الفترة المناظرة من العام الفائت بسبب أعمال الصيانة على مصانع الشركة وتراجع أسعار اليوريا عالميا وزيادة المصرفات التشغيلية في قطاعي البتروكيمويات والصلب بينما ساهم ارتفاع أسعار البولياثرين والميثانول وتدشيل مصنع كافاك لاستعادة ثاني أكسيد الكربون ومصهر قطر ستيل ساهمت في نمو الأرباح بنسبة 50% في الربع الثالث مقارنة في الربع الثاني من العام الجاري ارتفع عدد الشركات التابعة والزميلة لصناعات قطر إلى 18 شركة من بينها حديد الجنوب والخليج للإستثمارات الصناعية وتعمل حاليا على تمويل مشروع مليونيط من الصلب في الجزائر بنفقات الرئيس مالية جديدة تقدر بقيمة 5 مليارات و 400 مليون ريال إلى جانب إقامة وحدة تكسير الإيثان بالبخار والذي سوف يرى النور نهاية العام الجاري ترجمة نانسي قنقر